اطلع وكيل محافظة عدن المهندس غسان الزامكي على المشاريع التي تنفذها منظمة الإنوبس في العاصمة عدن وجهودها التنموية والخدمية وناقش الزامكي خلال زيارته إلى مقر منظمة الإنوبس مع المعنيين في المنظمة سير العمل في المشاريع التي تنفذها المنظمة وكذلك خطط المشاريع المزمع تنفيذها خلال العام الجاري مشيدا بما تقدمه منظمة الإنوبس في العاصمة المؤقت عدن وجهودها الملموسة في مشاريع البنية التحتية في الطرق والصحة والتعليم المياه وغيرها من المجالات